اشتركوا في القناة المادة الأولى يضاف بند جديد برقم 2 إلى الفقر الأولى من المادة الأولى من القرار رقم 12 لسنة 2023 بإعادة تشكيل اللجنة العليا رعاية شؤون دول إحاقة ويعاد ترتيب باقي بنود الفقر تبعا لذلك نصها الآتي السيدة أفنان راشد الزياني ممثلا عن المجلس الأعلى للمرأة المادة الثانية يستبدل بنص الفقر الثانية من المادة الأولى من القرار رقم 12 لسنة 2023 بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شؤون دول إحاقة النص الآتي وتحدد الجهاء المنصوص عليها في البند الخامس من الفقر السابقة من يمثلها في عضوية اللجنة على أن لا تقلئ درجته عن مدير إدارة المادة الثالثة تكون عضوية ممثل المجلس الأعلى للمرأة المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار إلى نهاية المدة المقررة لأعضاء اللجنة والمحددة بالقرار رقم 12 لسنة 2023 بتشكيل اللجنة ترجمة نانسي قنقر